تسع نصايح لتستأجر سيارة رخيصة بأوروبا أول نصيحة كلما استأجرت السيارة أبكار كلما لقيت سعر أرخص وتاني نصيحة لازم نكون معك كريديت كارد وشهادة سواقة دولية أو مترجمة للإنجليزي وتالت نصيحة استخدم لي مواقع مقارنة أسعار تأجير السيارات مثل موقع رينتل كارز بس لما بدك تحجوز حجوز من موقع الشركة نفسه والرابع نصيحة استلم ورجع السيارة من نفس المكان يعني في حال أخدت من المطار بترجعها على المطار في حال أخدت من مركز المدينة بترجعها على مركز المدينة خامس نصيحة رجع لي السيارة بنفس وقت الاستلام لأنه إذا بترجع نصف ساعة زيادة يمكن يغرموك بيوم كامل وسادس نصيحة انتبه لي لموضوع سياسة الإيجار هل مثلا الميل مفتوح ولا محدد هلأ في حال أنت بدك تستأجر السيارة لتتفتل جو المدينة فما بيهمك أنه يكون الميل مفتوح بس في حال بدك تسافر من بلد لبلد مثلا حتستأجر سيارة من أسبانيا وتسوق للبرتغال هون بيهمك كتير موضوع أنه يكون الميل مفتوح وغير محدود وسابع نصيحة انتبه لي على مبلغ التأمين يلي بياخدوا لي منك لما عم تستأجر السيارة وبيردوا لك يا في حال رجعت السيارة من دون حوادث من دون إصابات بعض الشركات بتاخد مبالغ قليلة وبعض الشركات بتاخد لحد 2500 يورو تأمين تامن نصيحة عروف قديش الدامج أكسز تبع السيارة شو معناته هذا الدامج أكسز في حال لا سمح الله أنت ضربت السيارة طبشتها كسرتها عملت حادث أكتر مبلغ ممكن تطالبه فيك الشركة تمام هذا هو الدامج أكسز وتاسع وأهم نصيحة لا تنسى تتأكد لي من نوع الوقود يلي بتاخده السيارة ليس تكون ديزل وتحط فيها بنزين حكولي عن تجاربكم مع استئجار السيارات وإذا فيه نصايح تانية تكتبوليها تحت بالتعليقات للكل يستفيد مشكورين على المتابعة وتحياتي لكم جميعا